اهلا بكم جديد مشاهدين الكرام لسا مكملين معكم فقرات هذا الصباح اخر فقرة بعنوان انسان زينا دي حملة اطلقها اتحاد قيادات المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية بتهدف هذه المبادرة او هذه الحملة الى دعم ذوي الاعاقة وتمكنهم من المجتمع ودمجهم في المجتمع بالاضافة الى دعم الاسر التي تحتضن او لديها افراد من ذوي الاعاقة وهذه الحملة ستنطلق من مصر الى سائر الدول العربية احنا نتعرف اكتر على حملة انسان زينا مع ضيفتنا الكريمة دكتور ريهام عادل العاصي رئيس فرع مصر باتحاد قيادات المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية وعضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة دكتور ريهام صباح خيرو اهلا بك سباح النور اهلا بحضرتك عايزين نعرف اولا ايه هي مبادرة انسان زينا او حملة انسان زينا الحقيقة هي الحملة حملة اجتماعية في المقام الاول تمشيا مع سياسة الدولة المصرية في الفترة الاخيرة لدمج زاوي الاحتياجات الخاصة من ضمن مبادرة ضمن عدة مبادرات اطلقت سيادة الرئيس في الفترة الاخيرة ودي المبادرة دي احساس من القيادة السياسية بانه الافراد دول اولا هم عدد مش قليل دول بيمثلوا حوالي 15 من 15 ل 17 في المية من عدد افراد الشعب المصري والنسبة دي نسبة عالمية سواء في الدول العربية او على مستوى العالم الفكرة انه الاشخاص زاو الاعقاط المختلفة سواء الزهنية او الحركية الحركية ايا كانت شكل الاعاقة دول افراد في المجتمع ليهم حقوق وليهم نفس الفسالة اللي بتبقى مقدمة من الدولة ليهم احنا بقى محتاجين فدورنا في مبادرة انسان زينا ان احنا نسلط الضوء عليهم من الوجهة الاجتماعية اي اسرة اي اسرة بيبقى عندها طفل زاوي الاحتياجات خاصة او عنده اعاقة ايا ما كانت الاسرة نفسها بداية بيبقى عندها صدمة من الحدث الصدمة دي ما بتقفش عند ان الطفل بس عنده اعاقة لا الصدمة بتبقى بداية هل الاسرة هتتقبل طيب هل لما الطفل يعي بقى ويجبر شوية هيتقبل طب هل المجتمع الصغير جوه الأسرة يتقبل طب والمجتمع الأكبر والليما يبتدي يخرج جوه الشارع ولما يبتدي يروح المدرسة ولما يبتدي مثلا يخرج زي أي طفل طبيعي يجنين مكان للترفيه هل الناس هتتقبلوا من هنا جات فكرة إنسان زينا احنا بس محتاجين قبل ما نبتدي فكرة الدمج طبعا مشكورة الحكومة على كل الخدمات اللي ابتدت بعد مبادرة الرئيس ما صدرت إن هي ابتدت تقدمها سواء قوانين سواء اجتماعات على أعلى مستوى في الوزرات علشان يبتدي نفعل بالفعل دمج زي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع لكن أنا عندي مشكلة قبل الدمج مشكلة تقبل المجتمع أنا محتاجة الأول أعمل وعي للناس من خلال وسائل الإعلام من خلال الميديا من خلال ندوات تتعامل في الجامعات وفي النوادي وفي المدارس اللي هو نتقبلهم إنسانيا إزاي الأسرة تتقبل كمان ابنها هل في ممكن أسر لا تتقبل ابنها لو ظهر أو بنتها لو ظهر عندهم حالة في أولادهم أو بناتهم أنا هتكلم عن الظاهرة مش في مصر بس أنا هتكلم عن الظاهرة في مجتمع عربي كامل صحيح المبادرة هتبدأ من مصر لأنه مصر دايما هي البداية وتنطلق من عندنا لكل العالم لكن هي الفكرة إيه؟ الفكرة إن إحنا عندنا الدول العربية كتير عندنا هنا في مصر في أماكن كتير أسر بتتكسف من ولادها دول بتتكسف تواجه بهم المجتمع وكأن هم نقمع عليهم مع إن أحيانا كتير جدا وغالبا وفي معظم الأحوال بتبقى نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ومنحة الأولاد دول بيبقى عندهم مهارات كتير جدا بس الأهالي مش متعودين على الشكل ده مش متعودين على هم شايفينه إن هو شكل مش طبيعي أنا بقى محتاجة إن أنا أغير الصورة دي أغير الفكر لما هتتقبلوا الأسرة الطفلة هيتقبل نفسه وبالتالي المجتمع يتقبله أنا محتاجة أغير ثقافة إن أنا مكسوف من ابني في عندنا أو الأخ مكسوف من أخو أو أخته بالزبط من شوفها دي يمكن من فترة قريبة كان في حدثة وجدت في السوشيال ميديا وتعرضت في التلفزيون عن أم حبست ابنها لمدة عشر سنين كاملين في غرفة مغلقة مظلمة علشان ما يتعاملش مع الناس لمجرد إنه عنده إعاقة إعاقة ما فهو فكرة إن أنا مش قادر أقابل بيلمجتمع ده منتهى القصوة منتهى القصوة من الأسرة منتهى القصوة من المجتمع اللي ما قدرش يتقبل الاختلاف ثقافة الاختلاف حملة إنسان زينا بتستهدف أول حاجة تأهيل الأسرة نفسها لتقبل عضو فيها بالإعاقة بتاعته بالضبط تمام بعد كده الهدف اللي بعد كده أو الفئة الأخرى المستهدفة بهذه الحملة ولا هي بتستهدف الأسرة بس بس حضرتك يعني علشان أقدر أدمج زاوي الاحتيادات الخاصة في المجتمع الأول لازم أعرف الناس بإيه هي شكل الأعاقات أو الأمراض اللي بتصنف أعاقات سواء زهنية أو بدنية ثانيا إنه يتقبل نفسه وأسرته تتقبله ثالثا المجتمع يتقبل من هنا أبدأ عملية الدمج طيب كم مرة حضرتك مثلا كنت في مول في جنينة وشفت مثلا طفل من زاوي الأعاقات الزهنية بيلعب وولدته رفضت والطفل طبيعي بيلعب وقامت والدته ورفضت إنه هو يكمل لعب مع الطفل ده مع إن الأطفال دي ما بتبقاش مؤذية والأطفال دي بتبقى هادية جدا ولطيفة وليهم ملكاتها حلوة جدا ربنا سبحانه وتعالى يعني حبهم بيها كم مرة حضرتك سمعت أم بتقول لا بتقول لابنها حسب لإضربك دار بتموت فيها أو أنت خرج بابنك ليه ده على فكرة بيقع وقع المصيبة على الأم يعني مش كفاية إن هي شيء اللي هم إن ابنها تعبان شوية لا كمان ضغط المجتمع أنا محتاجة بقى أقول للمجتمع يعني هون رفقا بالناس إحنا محتاجين إن إحنا نتقبل بعض ويمكن دي ثقافة الاختلاف اللي سيادة الرئيس نتكلم عليها في أكتر من مرة في مؤتمرات الشباب إنه لازم نتقبل للآخر تقبل للآخر هنا الآخر مش راته يبقى مختلف معايا فكريا أو دينيا لا ممكن يبقى مختلف معايا في الشكل ممكن يبقى مختلف معايا هو بيقدر يعمل حاجة وأنا ما بقدرش أعملها أو هو ما يقدرش يعمل حاجة وأنا بقدر أعملها الاختلاف هنا والتقبل معناه إن أنا أقدر يعني أدمجه معايا إزاي أدمجه في المدرسة إنه ما يحسش إنه منبوز إنه ما يحصلش عليه تنمر من بعض الأشخاص التانيين يعني حضرتك هتلاقي خصوصا في المراحل السنية المبكرة الصغيرة مثلا في مرحلة الحضانة أو المدارس المرحلة الابتدائية مثلا أنا شايف أنه برضو الدولة لما مدت اختيارات للمدارس ومدارس كبيرة ما هيش مدارس صغيرة إنها تسمح بدمج الأطفال زاوي الأعقاد خاصة اللي هم متلازمة دون وبعض أنواع من سمات التوحد داخل الفصول إن الولاد الصغيرين بغض النظر عن الكبار ابتدوا يوجدوا شكل وسبيل للتعامل بينهم وبين أقرانهم من زول الاحتياجات الخاصة بالعكس هم لقين صيغة حلوة بينهم بس إحنا محتاجين بقى عن طريق الميديا وعن طريق الإعلام وعن طريق الندوات والمبادرات اللي زي إنسان زينا إن إحنا نوريهم بصوا علينا شوفونا المبادرة عندنا عاملة حاجة لطيفة جدا أنا علشان أعمل لهم دمج بنبتدي ناخدهم أماكن يعني مثلا لو ماتش كورة فبناخدهم مثلا أحد الجماعيات فيه جماعيات كتير ما شاء الله في مصر مهتمة بالأمر ده بناخد الولاد ولدهم أو مدرسة من المدارس دي بناخدهم ونروح معهم الماتش ويبقوا مسكين أعلام ويبقوا مسكين وبيشجعوا معنا وجودهم وسط الجماهير أولا ده بيرفع من معنوياتهم جدا الله أسكر الله كم شهر وفيه كاس الأمة الأفريقية وحدي فرصة برضه إحنا كمان فكرنا وإن شاء الله في الفترة الجاية يعني إحنا بنحضر لده إن إحنا ترويج للسياحة عن طريقهم إنهم هيبقوا كلهم لبتين تيشيرت واحد إنه هو هو مش ما عندوش مشكلة إنه هو عنده أعق بالعكس هو شايف نفسه بطل ويمكن سيادة الرئيس كرم ولاد كتير جدا من أولادنا اللي كانوا أخذين مدريات ذهبية على مستوى العالم في الدولات المرارمبية بالزبط يعني ده الأولاد دول بيقدروا يغيروا في مجتمعاتهم الأسوياء ما عرفوش يحققوا بالزبط يعني كم عدد ميداليات استطاع اللي هم المعاقين هم يحققوهم بالزبط فهي بقى الفكرة بالنسبة لي إنه أنا بوري المجتمع أهم هم وسطنا هم وعايشين ومتعايشين فالفكرة الجاية أو الخطوة الجاية بإذن الله إن إحنا هنعمل ليهم فيلم ترويجي للسياحة هيبقى في بعض الأماكن السياحية في مصر أهم الأماكن السياحية وحيبقى برضو فيها على باب المطار وهما بيقدموا ورد لكل السياح اللي جايين عندنا في مصر إحساسهم بإنه هو مشارك في بناء هذا الوطن مشارك في بناء مستقبل لي إحساسه إنه عنده أمل في إنه يكون ليه تواجد على أرض الواقع بكرة أنا محتاجة إن الفكرة ده هو ليسود الفترة الجاية علشان أقدر أنجح في عملية الدمج وإلا لو فضل المجتمع رفضهم هو هيحس بإنه هو منبوز جوه المجتمع وده نعمل التنمر عليه فحاجة هو ملوش يد فيها طيب في بعض المطالبات من قبل بعض ذوي الإعاقة أو النواب اللي بتحدثوا باسمهم لحد دلوقتي مثلاً القانون الخاص بيهم اللايحة التنفيذية بتاعته لسه ما طلعتش هل في سعي مع الجهات المعنية أنها تقطع شرط في هذا الموضوع؟ أنا أعتقد أنه بعد مبادرة سيادة الرئيس أعتقد أنه كل المؤسسة الإدارية داخل الدولة بتعمل جاهدة لإنفاذ هذا القانون وليحته التنفيذية وأنا شايفة برضو أنه المجتمع هو اللي حيبقى الإيد الضغطة على تسريع عملية إنفاذ اللايحة التنفيذية أو إخراجها للنور بس أنا محتاجة بقى حاجة تانية من رجال الأعمال ويمكن ده المبادرة بتحاول تنفزه بالاشتراك مع بعض الجماعيات الخيرية أو بعض رجال الأعمال أو مثلاً جامعة زي الجامعة البريطانية وجامعة نيوجيزا الطلبة هناك بيشاركونا في نفس الحملة فكرة إنه رجال الأعمال المفروض أنه أنا لازم أماها يعني في كل الدولة الأوروبية ويمكن هم مش متقدمين عننا ثقافياً كتير لكن هم إمكانياتهم المادية سمحت إنه يبقى فيه نوع من الحاجات الممكن يقدموها تسهل المعيشة للأولاد دول زي مثلاً شاك أشكال معينة من الحمامات تبقى يعني يبتدين أنشوف في بعض الملايات التجارية إحنا بقى محتاجين غاية ثقافة عندنا يعني ما ينفعش يبقى المكان مخصص للعربات المعاقين أو للعجل بتاع المعاقين واروح أركم فيه وأنا سليم ما ينفعش يبقى الرصيف الدولة بتوعد وهي بدلوقتي بترسف في كل المناطق الجديدة والعصاب الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الجديد اللي هي بتعمله يعني اللي الدولة بتقوم به سواء في الرصفة أو في الأرصفة أو كده بتعمله بحيث أنه مثلا الرصيف يبقى ميل شوية عشان يسمح بالكرسي أبو عجل يعدي عليه فما ينفعش أنا بقى كمواطن أجي يبقى شايف أنه ده منزل الرصيف أو ما أنا أقف أركن عربيتي عليه أنا محتاجة وأنا سمعت سيدة الرئيس بيتكلم أنه الفترة الجاية هيبقى فيه أوتوبيسات مجهزة لأنه اللي عنده كرسي متحرك أو زاول الاحتياجات الخاصة يقدروا يستخدموها مجهزة بحتيجي من بره في بعض برضو الأتوبيسات باستعدت قليل تبع هيئة النهاية للعام في القاهرة شفنا برضو في بعض الأتوبيسات الأبواب فيها مخصصة للذوي الاحتاجات الخاصة يعني بتنزل أيها بالزبط فهي هي دي الفكرة أنه أنا محتاجة أنه يعني ما هو الدولة مش هتعمل كل حاجة لوحدها يعني الدولة عندها عبء كبير قوي هتقوم بيه دور المجتمع المدني هنا أننا ساعد دور رجال الأعمال هنا أنهم يساعدوا دور الاتحادات اللي زينا أنها تساعد أساعد إزاي؟ أساعد أن أنا نشر وعي أساعد أن أنا لما أجي أعمل مول ألاحظ أن الحمامات تكون مناسبة ليهم لما أجي رجل أعمال بيدي منحة منحة ما في أنه هو هيوفر أتوبيسات تبقى الأتوبيسات ملأمة ليهم يبقى أنا هنا محتاجة أعمل تغيير على مستوين المستوى الأول المستوى الثقافي للشعب وده هيكون من خلال منابر الإعلام اللي زي حضرتك والقنوات الفضائية الميديا على الفيسبوك وتويتر مبادراتنا إحنا بندعمل برشورات وبنوزحها إن الناس ماذا التفاعل بقى مع مثل هذه الحملات من المجتمع العادي أو من الفئة المستعددة فإلى أي مدى بيكون فيه استجابة منهم؟ والله إحنا لما بدأنا وعملنا صفحة على الفيسبوك كان التفاعل ضعيف بس لما الناس بدأت تشوف إن على الصفحة بتاعتنا اللي على الفيسبوك فيه أنشطة احنا بنعملها وبننزل مع الولاد وبناخدهم هم حسوا إن هي مش مجرد بروباجاندا معمولة لحاجة لا هم حسوا إن فيه مبادرة بجد الجريب بقى التفاعل اللي لإناه من الشباب يعني شباب الجامعة لما أرى الفكرة وابتدى يسمع عنها ابتدى يدين أفكار فعملوا بنك للأفكار يعني كل مجموعة من الشباب بيبتدي يقول لي أنا ممكن أعمل كذا ونفزه كذا وفي المكان كذا وحكلفه كذا يعني هو عنده كمان أفكار بس حضرتك تدينه افتح له بات يعني أنا سعيدة جدا بطلبة نيوجيزة جامعة نيوجيزة الجامعة البريطانية هل بتستهدفهم برضو الجامعات الحكومية زي جامعة القهيرة وعين شمس وكده ولا أنتم بتركزوا برضو على شريحة اجتماعية معينة اللي هما لديهم القدرة المالية والملاء لا أقول لحضرتك على حاجة أنا دلوقتي لما أعمل صفحة على الفيسبوك مصر كلها بتشوفها يعني غني وفقير متعلم ومش متعلم لما يجي لي بقى المبادرات يعني مثلا لما حد أرى المبادرة مثلا في جامعة خاصة وأرى المبادرة فهو راح نشر الفكرة عند صحابه فلا اتصادة فابتدأ يتواصل معايا إحنا عندنا فكرة عايتين نتواصل معاك نعمل كذا يعني هما الناس هي اللي بتجينا تقول لنا إحنا عندنا أصلا بلان إحنا ماشيين عليها لكن هي فكرتهم إيه هو بيضف لي إيه فيقول لي لا أنا هعمل من خلال كليتي أنا هعمل مثلا نادو أنا هعمل يعني أنا متعرضش عليها الحقيقة من الجامعة للحكومية حتى الآن بس هل حاولتوا تتواصلوا مع حد والله إحنا دلوقتي هنحاول يعني لفترة الجاية إحنا يمكن بعد الحادثة الإرهابية الحادثتين اللي كانوا وراء بعض الأسبوع اللي فات كان عندنا مبادرة لنشر السياحة فقلنا إن إحنا هنستخدم حاملة إنسان زينا لترويج السياحة بالإضافة إلى إن أنا مناكدة كده هعمل معاهم في أماكن سياحية وهعمل لهم تيما ميوزك صغيرة علشان تدي طعم للفقرة دي طب إيه المشكلة إن أنا شباب الجامعة الجامعات المصرية يشترك معي إحنا الحقيقة بعثنا الأكتر من مهد في مصر وأكتر من كلية ولسه مستنيين الرد لأنه حضرتك عارف طبعا إن الحالات اللي بتبقى زي كده بتبقى محتاجة برضو وقت علشان تنسيق لكن أنا أتمنى إنه المبادرة بتاعت إنسان زينا وتخيل حضرتك لما اللي حيروج للسياحة في بلده هو اللي كان حاسس إنه هو مظلوم أو إنه هو مالوش دور فأولا ده حيرفع من معنوياته جدا وهيرفع من معنوياته الأسرة وهيبين المجتمع إنه هو مش كمالة مش بركة زي ما كانوا بيقوله لا ده ممكن يكون ليه دور فعال جدا في بناء مستقبل وطن تمام كل التوفيق إن شاء الله لحملة إنسان زينا دكتورة ريهام عادل العاصي رئيس فرع مصر باتحاد قيادات المرأة العربية بجامعة دول العربية عضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة شرفتين يا فندي مصوحة كيرا شرفتين بسيطة مشاهدين الكرام بكده نكون وصلنا إلى ختام حالة النهاردة في هذا الصباح بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد وحلقة جديدة حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر